السلام عليكم متتبعيني الأوفية مرحبا بكم فيديو جديد في نهار جديد كانت مني يلقاكم كلكم مرتاحين في عقلكم أقلبكم على أحسن حال تشاهدوه بكل حب بكل فرح إن شاء الله مرحبا بالناس جديد اللي ينضموا القناة قناة قناتكم منكم وإليكم اتمنى تكون عند حسن ضمن ديلكم والناس اللي في القناة انتو مالين دار مالين لخير عائلتي التانية شكرا لكم على انضمامكم نبدأ ولكمالا ديالا فيديو السابق ديالا العطرية والموضوع إن شاء الله على الأضحية كملهوا معي حتى الأخر جزاكم الله خير وبعد ما دخلت من السطاح كما شفتوا معي غسلت لكمون والبزار جيت نغسل القرفة حتى هي غادي نحطها تشمش لكن قبل ما نديها السطاح بعد ما غسلتها وحتتها في اللطة اللي كتسقطر كما شفتوا معي هنا في اللطة أخرى المهم هنا وهي كتسقطر وإنا كنهرس فيها محدها ارطيت بها قبل ما البنات جيتني سهلة غادي نهرسها مزيان باش جيني إلا غادي نطحنها إن شاء الله إلا أنا شفاة جيني سهلة في طحين ديالها كما انتم معارفين القرفة ديما كتكون قاسحة وكيكون فيها حتى هي الطراب ديكش يعليش كنغسلها وملي كاتنشف راه أكيد كتكون شي حاجة نقية وصحية والعطرية كاملة البنات ليتغسل نغسله واللي غايتنقى نقية وهو نطحنه العطرية علي يدينا غادي تشوفوا معي إن شاء الله مازال مراحل باقي إن شاء الله فيديوات جاية كما انتم معارفين أنا الفيديو مايمكنش أننا نطولوه بزاف باش ما يكون شو ممل وفي النفس الوقت الله يكون في العون كل واحد وضروفه وخينا الحمد لله اللي جا قدامي كان شوفوا لكم خمسة دقائق عشر دقائق عشرين اللي حطيتوه خاصة في دقائق اللولة دي المحتوى دي لكم راكم شوفوا دائما أنا معكم بالتعليق اللولة وبالتعليق الثاني وبالتقيق اللي درلينا اليو يو طال فينا المهم دائما مع بعديتنا وخا ما حطيتش وخا غبرت عليكم سمح لي لكن أنا معكم دائما وخدوا ما كتحتوه يوميا ولا تحتوه في الصباح تحتوه في العشية دائما كان شوف لكم إلا قدرت إلا عندي الوقت أكيد وضروفي تسمح راني كان شوف لكم كان حاول نشوف لكم وخا ما حطيتش هذا هو الصدق والإخلاص لبعديتنا وخا ما حطيتش أنت علىش حال على سيمانة أنا نشوف لك كاين مثلا فيديوات قدامين ولا مثلا أنا ما حطيتش على سيمانة أنت هيك تحتوه يوميا ولا في الصباح في العشية دائما كان شوف لكم نكون معك هذا هو الصدق والإخلاص لبعديتنا بهذا طريقة هادي باش غادي نتعاونوا مع بعديتنا ماشي مثلا أنا ما حطيتش سيمانة أنت هيك تحتوه يوميا في الصباح وفي العشية ما نشوف لك شلا دائما نكون معك في أي محتوى حتى طيه يكون فيديو قصير طويل اللي بغى يكون عارض نكون معك هذا هو الصدق والإخلاص كما أنتما عارفين ودائما نتمنى إن شاء الله النفس شيء إحدى أنتما يوفقنا نكون مع بعديتنا هنا بعد مغسط القرفة ديالي كما شهتم معي وهرستها خرجتها الشميشة تشمش هي والكامون هنا يوخى العجاج ما نقول لكم مش كي يهرز لحجر الله يحفظ واشا غادي نديره والله يكون معنا والله يرحمنا برحمته هنا كنشارك معكم هاد لعيبة هاد وديت لججبتها حتى هي نفركها إن شاء الله معاكم وراكم عارفين نحنا كنوجدوا للعيد إن شاء الله على الأبواب وشاركوا مبروك الله يدخلوا علينا بصحة والسلامة والرزق والتيسير والخاطر والحناء اللي غادي نهضروا عليه نكملوا على الموضوع ديالنا نبدو على بركة الله بصلة على النبي اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين بطبيعة الحال اللي قد عاودتين باش نحفظوا على الهديدات بالوصفات ونحفظوا على البشرة وعلى كل شربنات على شعرته الله وفرسكم وخحنا دائما نفتمره في المرة تولي ما كيسرش ديالش قدية التخمال خاصة في العواشر والعطلات ديف كي يجيوا عندنا حبابنا اللي على رسنا وعيننا وخط ديفر الغفلاء صعابين لكن الله يهديهم دائما الواحد يعلم اللي غا يمشي عنده يعلموا على تساعة باش تمشي عند الناس ويستقبلوك بالفراح ومرتاحين دارهم نقية مجدين لك باش أنك تلقاهم في واحد راحة نفسية بعدها زوينة أما إلا مشيتي عند الناس على غفلة كتجي شوية نقصة وخيبة وصعبة بالنسبة اللي انت مشيتي عنده ومشي بالنسبة لكم انتما اللي امشيتي عنده هو اللي كتكون ليه صعيبة خاصة لي عنده ولدات صغر المهم هاد الموضوع هاد رادويت فيه شحال من مرة وخبقي فيه ما يتقال فيه بزاف لكن إن شاء الله فيديوات الجاية إن شاء الله يا ربي نجبدو النقاط اللي ما جبناهاش المهم هنا بعدما نقيت تلاجة ديالي غصلتها جيت ناخد زيوفة وناخد هاد اللعبات هادو اللي كان نير تلاجان مهم حويجة شاركتهم معكم واللي ما شاركتوش معكم أفكار جديدة غادي إن شاء الله نشاركهم معكم في فيديوات الجاية دارت عودتاني الغوز نعمة للا بالفرحة بالعيد شي حاجة اللي مبهجة عودتاني للماتباخ اللي كتعطيني الراحة نفسية زوينة اللي قلت لكم دائمان ملي كان حيدوك الزيوفة اللي درت للماتباخ يا إيمة كان نرجعهم يا إيمة كان دير لون آخر حاولت أنني ندير لون واحد اللي دائمان كيكون شي حاجة اللي زوينة مش بحيلة كانوش حالة من لون كتكون كوزينة شوية بخار بخاركم عارفين أما لون واحد كيعطيها واحد راونق زوين واحد أو الثاني اللي جو زوين كتقولين بدلا بدوا كل لونات اللي احنا كان حطوهم هنا شاركت معكم السبينية وجوين ديالا الكيسان اللي صيبت با الكروشي هادي طابلية حتى هي خيطها أراني فيت حطيت الفيديو ديالها الطريقة باش خيطها في القناة راه موجود مهم كل شي موجود في القناة ان شاء الله يلا هالبنا تهبطوا بالجرس حوسوا في القناة شوفوا الفيديوهات اللي عجبوكم برضا جيوا مع الأهل والحباب هنا كنشارك معكم هاد العيبة باش كنعلقها خيطها لها هاي هادي باش كنعلق الطابلية في المعتباخ لون الغوز غادي ندير جوج غادي ان شاء الله نخيط شي واحد اخرى فكرة جديدة عودتاني شي حاجة جديدة نشركها معكم ان شاء الله في فيديوهات الجاي كايني الجديد كايني الأفكار ومواضيع ان شاء الله اللي غادي نشركها معكم وانتمنى تبقوا معي ان شاء الله بالجرس دائما وشوفوا اللي محطوط جزكم الله خير خاصة فيديوهات قصيرة شوفوهم لعطيكم الخير وخانتما ما كتحطوهم شوفوهم جزكم الله ألف خير خلتها واحد السيدة قتليها بني نش بتي دلحها اختراها ذاك غير اه ظهر اه را اعطى الله الخير غير الواحد ما كيردش البال راها قليل يقشع شي حاجة في ذاك الفيديو وهي محطوط شوفوه ان شاء الله وقولولي في تعليق شنراهيكم وان شاء الله يا ربي العالمين اتمنى الله يدمها تحكى وفرحة دائما الواحد يتحك وخير يتحك على راسوه مش مشكلة انا كنحط لكم الموحدة واللي دائما تنشطوا به وتستفدوا منه في نفس الوقت المهم حاجة لقيتها وحدتها لكم حتى ندوم باش ان شاء الله تحكوا شوية علشانة الموهم وخان عمد يالله الحمد لله ولكن حاجة هكا بلي كتجي شوية غريبة كان نتحكوا بها شوية وندوزوا الوقت زوين الله يدمها بحكى وفرحة لناوليكم والجميع المسلمين ما فيها بس الحمد لله الواحد كما قلت لكم الاهم انه يسعد نفسه بنفسه الحمد لله المهم حتى تشوفوا الفيديو هذاك الفيديو ان شاء الله تقول لي لقيت اسنو قشعت اسنو رأيكم عاديك السعاد ان شاء الله نجاوبكم الا قدرت لانه بعد التعليق ركن حدفهم اللي ما كيعجبونيش وخان الحمد لله عمرني ما جاتني شي تعليق خيبة ولا شي تعليق قصيد بي الحمد لله الحمد لله على كل حل شكرا انكم على تشجعتكم شكرا انكم على تعليق ديكم محفزة الله يعطيكم الخير هنا تلاجد اللي بعد مما نقيتها ومسحتها مزيان شفتها مزيان فرشت عاو تاني هاد الزيف اللي درت له هاد لعيبة هادي هاد ديكور هاد حتت علي هاد القريعة ديال الخال و ديال الكيتشاب وميونيز المؤهم منكم ما كتشوفوا وهنا فرشت هاد الزيف هاد عاو تاني على المجر ديال الخضراء جاء كبير مغطي البلاتو اللي حتت المياه لانه تهرست لديك الزجة ديال تمياه وحتت البلاتو درت له هكا غلفته بالزيف هاد الزيف اللي كان حط هكا في الحديدة ديالة تلاجة كيهزو داك العرق هكا داك المادية تلاجة وفي نفس الوقت كيهزو الوسخ كتولي عندك تلاجة دي ما نقيها مرة مرة كتدوزي لها هكا كيتمقيها وصافي كتبقى نقيها عندك المهم من دخلو في الموضوع من طولش لفيديو ديال عيد لأضحى موضوع الساعة اللي كل شي كي يجري كما قلت في الفيديو السابق قبل ما نعود له هادران المهم نكملو فين خليناها في الفيديو السابق خليناها في المرة بعد نساء هكا العريصات كيهزو تقل عليهم كيهزو الحمل عليهم ديالة يوجدو وينقي ويهزو يوجدو الحلوة وكل شي ولكن في الأخير في النهار العيد ما كيتفكرها حتى شي واحد بشي حاجة مثلا يفرحها ولا هكا التفت ليها بشي كادو ولا خريجة ولا شي حاجة مهم دائما نفكر وفرزنا قبل غيرنا ما نعطيوش الناس كتر من اللي استحقوه ما نسمحوش في حقنا غير هكاك هناك نشارك معكم العطرية بعد ما زادو هاليا العائلة باش ان شاء الله نطحنها خطرة واحدة كيما قلت لكم قاتت الديني لسانة ونعناها حتى هي جبوها لي والقصبور غادي نغسلهم ونقطعهم ونجمدهم المهم لكم عارفين العواشر توجد العواشر هنا قصبور حبوب حتى هو غادي نقيهم نطحنون المهم حتى ينشفليا اللي كامون والبزار والقرف فاعد غادي نطحن هادشي فاخترة واحدة اللي قدرت نشارك معكم طارقة كيفاش نطحنهم واخاها كقاص حينو كبارين خاصة نخرقهم وسكن الجبير اللي ان شاء الله قدرت نشارك معكم باش تحنتهم وكيفاش غادي نشارك معكم علاش لا تستهلوا كل خير المهم نكملوا على الموضوع اللي كان هضروع ليه هو الفرحة دياللي عيدنا نضربوه على الفرحة دياللي عيدنا نفرحو نفرحو راسنا ما نسمحوش في حقنا كيف ما العادة دائما نفرحو غيرنا وحنا ندوزوها غيره بلا فرحة اللي هي حقيقية اللي هي ديال الخاطر اننا نحسوه بالفرحة احنا ماشي نفرحو غيرنا ونفرحو غيرنا وحنا نسمحو في حقنا اللي نبدلوا من العادة اللي احنا كنديرو دائما نشوفو شوية ربية شقالي نرى ما قالي ناش نسمحو في حقنا ونعطيه الغيرنا كل واحد عنده حقه كل واحد دوز حياته كل واحد عاش حياته ما كانش اللي تسوق لي كل العظيم اللي ما كان لي يسوق ولا لي حنعليك الا من رحم ربك كلك يجري على رأسه كلك يضرب على رأسه كلك يضرب على ساعاته وعلى فرحه ما كانش لي يقول ليك واش عيدتي بخير ولا ما عيدتيش بخير واش دوزتي العيد بالفرحة ولا لا هادي هادي المهم كل واحد ده فرسه كل واحد ما كان غير راسي راسي خصوصا في هاد الزمن هنا كنشارك معكم هاد طبيلة دريت لها هاد الزيف هادو الغوز مغلوق الغوز مفتوح وفوق منها عود تاني واحد الزيف آخر مهم اخديست وابت لي موجودين عندي اي حاجة فيها الغوز كنقطعها وندخلها لما تبقى اخراكم عارفينه مهم باش منشري واحد احاجة هاد زيف هادو كنصبنهم ونعود نرجحهم ولا ندير شي واحدة نخرين هاد طبيلة دريت لها هاد اللعيبة هادي باش تغطي لي لتحت حتى يادو القلع تحت من الزيف باش هادو الزيف اللي من تحت ما يفزقش ما يتروو انش على سيما انا هاكا ولا شي حاجة المهم السقطه غير با هاكا البينيز باش يبقى من السوق ليه في طبرة ديال البلاستيك ديال المتباخ باش يبقى ليه شد ذاك شي لاش ما يصلح ليش نحيدو كل نهار درت له القلع فوق منه ودرت الزيفة وتاني غوز فوق منه المهم الفكرة نتمنى ان شاء الله حتى انتم ويلة عندكم طبيلة بحلاك هاديك را غير مكينة اللي بنات ديال الخياطة قديمة استغلتها بحلاك ديك جات زوينة يلا محتاج جات تيس ساعة كندفعها نحصل على تيس ساعة كتر يلا ما محتاجش كندخلها هاكا يا فوق من طبلة الخرى وجات زوينة قاع ما بين ما يقشعها غير اللي عارفة شنا هي المهم افكار كنشاركهم معكم جديدة وحصريا نتمنى تعجبكم بلايك والاشتراك والبرتاج مع الاهل والحباب ان شاء الله هنشارك معكم افكار جديدة اللي ترتلمت باخو لكن بعد ما قديتها وفركستها هجموا عليا شي مهم ما نحرقش الفيديو اللي غدي نشارك معاكم المقبل غدي نكتشف واشكون هجم عليا وروليا كوزينتي ان شاء الله يا ربي وافكار جديدة لكمالا ديال موضوع اللي نتمنى يعجبكم ان شاء الله باقي ما يتقال باقي ان شاء الله يا ربي العالمين نتمنى ليولكم فرحة دائمة وسعادة الله يدخل علينا فرحة العيد بالصحة والسلامة والهناء يا ربي العالمين عشركم بروكة عيدوا وتعودوا ان شاء الله باش ما تمندوا اهم حاجة هي الفرحة ديالنا الحقيقية نعيشوها مع ولدتنا مع عائلتنا كما كان نقوله دائما عن العين لما ترمج رهما كتشوف الله فرسكم السلام عليكم اشتركوا في القناة